ونحن نشعر بأن المحافظة إن شاء الله مستقرة بالغذاءات وهذا مربوط بالمنافذ إن شاء الله المنافذ أن تستمر خاصة في المواد الغذائية والمواد التكميلية من المنافذ شحن وحضر موت لأن بعض التجار في المحافظة هم يمونوا من محافظة حضر موت واثقين كل التثغة أن هناك استقرار تمويني ولا خوف من قبل المواطنين إنهم يشعرون بأن هناك إذا وقدت حالات من حالات الكورونا أن هناك بيقفلوا الناس نحن وجهنا التجار بأن محلات تكون جاهزة وتكون متوفرة مواد غذائية